في قضم المعارك المستعرة بين آديس أبابا وقوات تغراي إثيوبيا تحرك بوصلة الاعتقالات مواجعة سهامها نحو شخصيات بارزة من إقليم تغراي فبالتزامن مع التصعيد المستمر في الميدان السلطات الإثيوبية تعتقل شخصيات بينهم مدير بانك ورجال دين آديس أبابا أكدت أن اعتقال هؤلاء تم بناء على صلتهم بالجبهة الشعبية لتحرير تغراي التي تقاتل الحكومة المركزية موجة الاعتقالات طالت أيضا موظفية الأمم المتحدة إذ أعلن الناطق باسم الهيئة الدولية ستيفان دوجاريك أن عددا من موظفية المنظمة في إثيوبيا لا يزالون قيد الاحتجاز لم نتلقى أي توضيح رسمي عدد موظفية الأمم المتحدة وكذلك الأشخاص الذين تم التعاقد معهم للعمل لدى الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز الأرقام الحالية التي لديه هي أن تسعة من موظفي الأمم المتحدة على الأقل المحتجزون حاليا نحن مستمرون في العمل والتواصل مع الحكومة لتأمين إطلاق صراحهم أعتقالات تأتي عقب ختام زيارة منسق الشؤون الإنسانية الأممي مارتين جرافث إلى إثيوبيا ووسط وساطة دولية وإفريقية لوقف صوت المدافع أديس أبابا تفرض شروطا للتفاوض إذ أعلنت الخارجية الإثيوبية للبعثة الإفريقية قبول الدخول في مفاوضات شرط الاعتراف بالحكومة الإثيوبية المنتخبة وانسحاب جبهة تغراء من المناطق التي توغلت فيها دائما ما تنظر إثيوبيا إلى قضية السلام كأمر أساسي وهو ما يدعون للعمل لتحقيق السلام هناك ضرورة للاعتراف بأن الحكومة الإثيوبية منتخبة من قبل الشعب الإثيوبي وعلى القوات أن تعود أدراجها إلى ما كانت عليه قبل التوغل إلى الإقليم المجاور فضلا عن إيقاف عمليات الاعتداء بالتزام تكثف واشنطن من تحركاتها في اتجاه حل الملف مؤكدة أنه لا وجود لحل عسكري للصراع في إثيوبيا وزير الخارجية الأمريكي شدد على ضرورة العمل على إيطاحة وصول المساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر